اكدت نائبة وزير الزراعة للإنتاج الحيواني والدجني والسمكي دكتورة مونا محرز أهمية إنشاء كيان مؤسسي لتسويق مدخلات صناعة الدواجن وإقامة منافذ لها بالمحافظات لافتتان لأن ذلك يقلل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك ومن ثم يسهم في خفض أسعار الدواجن الحقيقة هي إنشاء شركة للتسويق سواء تسويق مدخلات صناعة الدواجن زي الدورة والصوية وخلافه أو كمان بتساهم في تسويق المنتج الداجني سواء البيض أو الفراخ المبردة أو المجمدة وده يعني الخطة إنهما ينشئوا منافذ بتدعون مع المحافظات في أماكن لعملية تقليل الحلقات الوسيطة ما بين المنتج والمستهلك لأن حضرتك شافي النهاردة الفراخ في المزرعة بـ 22 جنيه طيب هي برة بتتبع بكام بتوصل للمستهلك بكام فإحنا عندنا مشكلة الحقيقة في سلسلة ما بعد الإنتاج وحين وصلها للمستهلك فدي آلية كمان صغار المربيين بيعانوا مثلا من سعر الدورة وسعر السوية لأنه هو النهاردة برضو بيعدي المستورد بياخد حلقات متصلة لغاية ما يوصل للمنتج الصغير وبالتالي بيبقى الأسعار غالية وبالتالي منتجه بيطلع غالي ومش منافس وكمان مش بس في كده لكن النهاردة هذه الشركة بتشتغل مع الجمعيات التعاونية والتحادات التعاونية إحنا النهاردة بتدينا في اتفاقية بين الاتحادات التعاونية والتحادات عام منتج الدواجن على أساس توريد الدورة السفرة المصرية وإن شاء الله يكون البداية السنة لأن برضو السنة اللي فاتت اشتغلنا كتير وما تمش توريد لأن الجمعيات ما كانتش شريك السنة الجمعيات شريك بحث المهندسة طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية مع سفيري